وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 698 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات 1002 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 147 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 804 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 51 طن وفي مجال القضايا قضايا المخابز تم ضبط 924 قضية من بينها 297 قضية خبز ناقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات